مجلس الشورى مشاريع بقوانين على الرغم من النقاشات والمداولات الطويلة بين الأعضاء والتي حملت تباينا في بعض وجهات النظر فقد وافق المجلس على التقرير التكملي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة السادسة عشرة من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة والمعنية بتحصيل الرسوم حيث وافق المجلس على نص القانون كما ورد تماما من الحكومة قانون مهم ولابد أن تضع في ضوابط السلامة بالنسبة لمشغلين ولمزودين هذه النوعية من السفن وأخذ ترى القانون الأهمية وقت كثير في النقاش واجتمعنا مع الأخوان في خفر السواحر وزارة الداخلة واجتمعنا مع المعنيين وكان رأي اللجنة في المادة 16 أن لابد وضع ضوابط أو سقف لتحديد هذه الرسوم حسب مواد الدستور الشوريون وافقوا أيضا على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجود هذا الاتفاق وجود هذا الاتفاق والتعاون والتنسيق والدعم المعلوماتي الملفني التبادل بين الدول العربية يجعلها قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها في مسألة الجرائم التي تكون منظمة وترتكب من عدة أشخاص استهدفون القيام بمثل هذه الجرائم كما وافق المجلس من حيث المبدأ على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة قانون الأندية والاتحادات والجمعيات قانون مهم جدا مهم لأنه يعطي فرص لفؤات كثيرة أنها تكون أعضاء في الجمعيات في مجالس إدارتها وبعدين هي تعطي أن الطاقات الموجودة تركز على تخصصات خاصة مستقلة لا تكون الطاقات متشتتة بين عدة جمعيات وعدة مجالس إدارة المجلس مرر أيضا تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية وكذلك مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين